وبهذه المناسبة أكد سعادة سالم بطيلك بيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أكد أن دولة الإمارات تستكمل مسيرة إنجازاتها الفضائية التي كانت قد بدأت خلال السنوات القليلة الماضية ويعد الوصول الناجح للقمر الصناعي المصغر ضوء واحد إلى مداره حول الأرض إنجازا مهما لفريق العمل المشترك بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود تبادل المعارف والخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة بعد نجاح دولة الإمارات في تعزيز مكانتها الفضائية عالميا وإقليميا بفضل النجاح الذي حققته مؤخرا المشاريع الفضائية لدولة الإمارات ويمثل القمر الصناعي ضوء واحد المهمة العلمية الأولى في المنطقة لرصد ودراسة أشعة جاما الأرضية الصادرة عن البرق والعواصف الرعدية سيتم مشاركة البيانات التي سيجمعها ضوء واحد بهدف الاستفادة من علوم الفضاء لدعم تطور الاقتصادي المستدام على مستوى عالمي لدعم التحليلات العلمية وتشجيع التعاون مع المراكز البحثية في جميع أنحاء العالم تتويجا لجهود التعاون في القطاع الفضائي بين أبوظبي والمنامة ومن بعد نجاح تفاصيل المرحلة الأولى من إطلاق القمر الصناعي الإماراتي البحريني المشترك الضوء الأول من أكبر جناح في محطة الفضاء الدولية وتحديدا من جناح الإطلاق الياباني الأرضي إلى محطة الفضاء الدولية محمولا على متن الصاروخ فالكون تسعة متكفلا بتغطية منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل بسم الله توكلنا على الله جاءت المرحلة الثانية من إطلاق القمر الصناعي الضوء الأول من المحطة الفضائية الدولية إلى مداره الذي يقدر ارتفاعه بأربعمائة كيلو متر عن سطح الأرض ليبدأ التشغيل الفعلي للقمر بعد مضي خمس ساعات من إطلاقه من محطة الفضاء الدولية عبر استلام أول إشارة من القمر من خلال المحطة الأرضية التي تتحكم بعمليته وهي إشارة عنيت بتوفير معلومات مهمة حول حالة القمر الصناعي ومستوى صحته ليبدأ فريق البحرين للفضاء بالتفاهم مع أشقائه من الفريق الإماراتي بعملية التشغيل الأولي للقمر الصناعي بهدف التأكد من أن جميع أنظمة القمر الصناعي تعمل بشكل ممتاز وأن الاتصال به عبر المحطات الأرضية سلسون إضافة إلى التحقق من جاهزية جميع الأنظمة المسهلة لعمل القمر حتى وإن كانت الحاجة تدعو إلى التقليل من سرعته الدورانية قبل البدء بعملية تشغيله والتي قد تستغرق شهرا بأكمله اليوم لحظة تاريخية إن شاء الله ولحظة تتحقق فيها المهمة الرئيسية للقمر وهو الانطلاق إلى مداره الفضائي بيكون إن شاء الله الانطلاق من خلال مثل ما تفضلت الجناح الياباني باستخدام ديبلويار أو قاذف يتم من خلاله إرسال القمر الصناعي ضوء واحد إلى مداره بيكون الارتفاع المدار حوالي 400 كم عن سطح البحر وكذلك بيكون بزاوية ميلان ممثلة لزاوية ميلان المحطة الفضاء الدولية وهي 51.6 درجات المهمة الأساسية للقمر والمتمثلة بالكشف عن أشعة إقامة الأرضية الناتجة عن البرق والعواصف الرعدية لن تكون متاحة إلا بعد استقبال البيانات الخاصة بالقمر وتوزيعها على مراكز الأبحاث حول العالم على أن تكون جاهزة للمشاركة بعد حوالي 6 أشهر من الإطلاق إذ ستتم الاستفادة من النتائج المستلمة من القمر الصناعي من خلال تحليل بيانات أشعة إقامة الأرضية ومعرفة مكان حدوثها وشدتها كوني أنا امرأة بحرينية أعطي إشارة أمر الانطلاق هو دليل على تمكين البحرين للمرأة البحرينية في كافة المجالات وخير الدليل على هذا الشيء أن نسبة المرأة البحرينية في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء من مجموعة القوى العاملة يشكل 64% وفي المناصب العليا يشكل عندنا 67% فهذه اللحظة كانت بالنسبة لي لحظة تاريخية الثقة التي أعضتني إياها مملكة البحرين ما ضاعت طبعا هذا الإطلاق الناجح اليوم يمثل أن مملكة البحرين صارت من الدول المتواجدة في قطاع الفضاء وأن مملكة البحرين بعت جادة في أنها تستخدم تقنيات الفضاء في أنها تحقق قدافة التنمية المستدامة وبعض ضاق واحد بما أنها مهمة علمية في الأساس فهي شيء يعكس أن مملكة البحرين من الدول اليوم تساهم في البحث العلمي وتعزيز الابتكار فاليوم فرحاتنا دوت وصف كون أن شهادنا ثمرة اللي اشتغلنا عليه لمدة سنتين اللي تمثلت في إطلاق القمر الصناعي ضاق واحد إلى مدور مخاصص لاف الفضاء طبعا القمر الصناعي رح يضيف لمجتمع الدولي علميا وتقنيا رح يعطي مفهوم أوسع للعواصف الرعدية وشعاد قامة الأرضية والسحب الرقامية بالإضافة أنه نحن نفخر بدي شيء نحن من البحرين إلى العالم القمر الصناعي الإماراتي البحريني المشترك الضو الأول سيتم التواصل معه أثناء تأديته لمهمته عبر نافذة ثلاث محطات أرضية ألا وهي المحطة الأرضية بأبوظبي وفي جمهورية لتوانيا والمحطة الأرضية في الدنمارك بما يعادل بخمس وثلاثين دقيقة يوميا بشكل متقطع مما سيسمح بتنزيل ما بين خمسين إلى سبعين ميجا بايت يوميا من البيانات أي بما يقدر بمئتي ألف صفحة من المعلومات وفي ذلك مخاطبة حقيقية لعلوم المستقبل وعلم البيانات والبيانات الضخمة وأتمتة العمليات والذكاء الاصطناعي لتربزيون البحرين محمد رشادات